بتغلب عليها العاطفة بتتأثر بالجانب العاطفي أكتر فيه ستات بتغلب الجانب العملي لكن الغالبية منهم بيغلبوا الجانب العاطفي الراجل بيحتاج إيه أو بيهتم بإيه الأولويات بتاعته وبتختلف عن الست في بعض الحاجات يعني الراجل رقم واحد الأولوي عنده الاحترام والتأدير وده بناء على درسات وإحصايات اتسألت لأكتر من ألفين راجل لمدة سنتين إيه الحاجات اللي بتأثر عليهم الاحترام والتأدير ده عندنا هنا ولا في العالم؟ في عالمين تمام؟ الاحترام والتأدير بيفرق معها جدا الست بيفرق معها الحب والتعبير على المشاعر والإحساس بين الجمالها وإحساس بطبيعتها وبأنوستها الراجل كمان بيحب يحس برجلته بيحب يحس بأنه هو الست بتاعته وفهمه ومقدره فيه حاجات مشتركة بيننا كلنا كبشر طبعا لكن بتختلف من راجل ست أو من شخص آخر حسب طبيعة نشأته حسب طبيعة عمله حسب ظروفه هتلاقي أن احنا نفسنا من مراحل عمرنا بنختلف من وقت للتاني والأولويات بتاعتنا بتتغير لكن لو مرعنوش الاختلافات دي راجل وست على المراحل العمرية المختلفة إزاي؟ اهتماماته بتتغير أو مطالبه بتتغير؟ كل ما من إنسان بيكبر كل ما وعيه بيزيد مش بس بالسن الوعية بيتغير الفكرة بيغير التوجهات بتتغير معلوماتك بتتغير مستوى علاقاتك وحجم احتكاكك بالحياة فبتبتي تدرك معاني ما كنتش مدركة ممكن أنت صغير بتدرك الحاجات يعني مثلاً وإحنا صغارين ممندركش الفرق بين السعادة والمتعة بيبقى دايماً منبهرين بالحاجات اللي بتمتعنا وبنركز عليها بعد شوية بتفقد إحساسنا بيها ومبقاش هو ده اللي بتسبب لنا السعادة لأن السعادة بتكون مرتبطة بمعاني معينة بتتحقق لنا الشعور بالرضى الداخلي بيكون مستمر المتعة بتكون حاجة مؤقتة فالإنسان في الصغر بتاعه بيبقى مركز أكتر على الحاجات الظاهرية اللي بتحقق له متعة سريعة ومؤقتة لكن الحقيقة اللي بتحقق سعادة وبتدوم واللي بتسبب دوام للعلاقة الزوجية مثلاً بين الرجل والست هي وجود احترام متبادل وجود ثقة وجود اهتمام وجود تأدير وجود تفاهم بين الطرفين أولوياتهم جوه العلاقة بتختلف شوية يعني هي بتركز قوي على المشاعر والأحاسيس والتفاصيل دي هو ممكن بيركز أكتر على الجانب العملي لده بتطبيق المشاعر فبنلاقي أن الست بتشتكي في المشاكل الزوجية وكذا أنه هو مش شايف دوت مش بيعبر عن مشاعره بلايه هو بقول أنا بعمل كل اللي بيعبر دوت وبيوصل بس مش لازم أقوله أنا قلته مرة واثنين وكذا فمش بيعبر ده فلازم كمان نتقبل اختلاف طرق التعبير بيني كراجل وبين الست اللي بتعامل معها والست اللي بتعامل معها تحديداً يعني زوجتي تحديداً مش بشكل عام بشكل عام أولاً نعرف أنه في فرق بين الرجل والست في تعبيره عن الحاجة طب ما احنا لو ما فهمناش الفرق التعبير دوت هنصطدم ليه لأن انت آه انت مركز في شغلك يبقى أنت مش مهتم بي يا مثلا أو أنت ما بتحبنيش أو أنت ما بتقوليش أنك بتحبني بس هو بنسباله لسه عامل كذا وكذا 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 تعبيراً عن شدة حبه واهتمامه لها ده هو سافر في شغل السفرية دي عشان يقدر يحقق لها المطلب الفلاني ده بنسباله من وجهة نظره وما بنسأل الراجل في المشاكل الزوجة بقول لك طبعاً أنا بعمل كل حاجة علشانهم فهو بيحس بالإنجاز ده وتعايز تقدير للإنجاز ده لما هي أنا تلاقي أنه هو ما قالش دوت ومعبرش عندها بالكلام وبالمشاعر فبنسبالها مش موجود ممكن يكون هو مسافر في شغل وعمل إنجاز ويرجع تقول له قابلت مين بقى من ورايا هنا بيبتدي يحصل أعرفت مين يا ويه وغير كده هو أنت عامل أنت جايب لي حاجات دي آي بقى أنت جيبت لها هي إيه فأنا يفسرت بشكل مختلف أو أنه هو عامل حاجات دي برضو مهور راجل برضو بيبقى غلطان هنا أن أنا بعمل كل حاجات دي مش بعبر مهم قوي أن أنا أعرف أن الست بتحب التعبير عن المشاعر بتحب تحس بالعاطفة فلازم تحسها ومش بس أن أنا أنفزها أو أن أنا بعمل الواجبات لما الجواز بيتحول لشكل روتيني وشكل واجبات هما الاتنين هنا بيفقدوا معنى العلاقة أو طعم العلاقة والحاجة اللي بتديهم حافظ أنه هما يكملوا ويستمروا ويستحملوا صعوبات الحياة